بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثاله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتقنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويكبث أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن ذين له شوء عمله وانتبعوا أهوائه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبل لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه كمن هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع أمعاءه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يغلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل التورة فإذا أنزلت تورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معه فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سولا لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم متبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغاله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماه ولشعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبارك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء قل رسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا سيحبط أعماله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل رسول من قلوبهم ونبلوه ونبلغوا أعماله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم حجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخنوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه سهسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا وإن تتولوا ويستبد القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك أمثالك